سبول البذل والعطاء كثيرة ومنها الوقف الخيري والمحتاجون إلى المساعدة فئات كثيرة وقد يقصد الواقف مساعدة فئة بعينها فيشترط شروطا في الوقف وهذه الشروط منها الصحيح المعتبر ومنها الباطل الملغى فكل شرط مناف لمقتضى الوقف يبطل الوقف كأن يقول هذا البيت وقف لمدة يوم أو سنة لأن التوقيت مناف لمقتضى الوقف والشروط المحرمة باطلة لا نفاذ لها كأن يشترط على الفقير الرهبانية حتى يأخذ من الوقف والرهبانية هي الانقطاع عن الناس في الجبال والامتناع عن متاع الحياة بزعم العبادة وهي مرفوضة في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط والمراد بما ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله ويجوز للواقف أن يشترط الشروط المباحة كأن يشترط توزيع غلة الوقف على جهات معينة فقد جعل عمر بن الخطاب وقفه في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى وبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام شروط محرمة في الشرع وشروط مكروهة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله تعالى ورسوله فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار والقسم الرابع هو الشرط المتبع الواجب لاعتبار ولفظ الواقف وكذلك المنصي يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها سواء وافق اللغة العربية الفصحى أو العامية الملحونة أو كانت غير العربية فإن المقصود في الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها فيرجع إلى شرط الواقف في قسمة الموقوف في تقديم بعض المستحقين على بعض كأن يبدأ بالأفقر والأحوج وفي التخصيص بالصفة كتخصيص طلبة العلم من العائلة والاستثناء كإعطائهم إلا زيدا أو عمرا ونحو ذلك مما لا يخالف مقتضى الوقف فادرس شروط الواقفين بتمهل فما كان صحيحا فعمل به وما كان فاسدا فألغه قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر